هذا وتتوصل الجهود الطبية في التصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين بقيادة الفريق الوطني الطبي وبسواعد أبنائها المخلصين عبر اتباع وتوفير أرقى الخدمات الصحية والعلاجية للحفاظ على الصحة المجتمعية والنجاحات المتحققة في هذا الصدد نجاحات متتالية حققتها مملكة البحرين في احتواء فيروس كورونا بقيادة الفريق الوطني الطبي الذي لم يألو جهدا في بذل الإمكانات الهائلة للتصدي لهذا الفيروس انطلاقا من مبدأ الشفافية والموضوعية والحفاظ على الصحة العامة متبعين في ذلك آلية منظومة متكابلة من تقص الحالات اليومية وتوفير أحدث الطرق العلاجية بالإضافة إلى توفير اللقاحات الآمنة والفعالة وصولا إلى تطبيق آلية الإشارة الضوئية التي عاكست حجم الجهود المبذولة في التعاطي مع الفيروس ومراقبة مستوى انتشاره وما يتوجب اتخاذه من إجراءات تتطلبها كل مرحلة وعي مجتمعي راهن عليه الفريق الوطني الطبي منذ البداية والذي أكد الحس الوطني والمسؤولية الكبيرة التي أسهمت في خفض معدلات الحالات القائمة الجديدة المسجلة يوميا بالإضافة إلى تراجع عدد الحالات القائمة في العناية المركزة والتراجع الكبير إلى أدنى المستويات بالنسبة للحالات التي تتلقى العلاج والوفايات خاصة مع اتباع آلية الإشارة الضوئية والانتقال من المستوى الأخضر إلى البرتقالي وها هي البحرين تعود مجددا إلى تطبيق إجراءات المستوى الأخضر للمرحلة الحالية بعد تطبيق المستوى البرتقالي والذي كان له دور كبير في تسجيل خفاض واضح بنسبة الحالات اليومية التي وصلت إلى أقل من 1% من الفحوصات اليومية هذا ويتم الانتقال من مستوى إلى آخر ضمن آلية الإشارة الضوئية لقياس انتشار الفيروس وفق معطيات الحالة الوبائية في المملكة حيث تم تطبيق إجراءات المستوى البرتقالي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حفاظا على النجاحات التي تحققت في الآوينة الأخيرة جهود ومساعي بذلتها مملكة البحرين بأبنائها وبناتها المخلصين ضمن فريق البحرين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإنسانية من خلال ما تظهره الكوادر والتواقم الطبية والتمريضية والإدارية من تحدي لمواجهة الجائحة والوصول إلى بر الأمان